مرحبا برج القوس القراءة رح تكون حق الطالع الشمسي والقمري دائما الشمسي هو الاولى اذا ما انطبق عليك رح للطالع القمري والى اخرى رح نحاول ننظر الى جميع الاصعدة ولكن الرسالات المهمة هي اللي فقط رح تظهر في القراءة نشوف مع بعض سبعة الخماسيات برج القوس احسك تحات المستقبل دائما عندك قلق من المستقبل او تسع الاكواب تنتظر شيء او شخص معين بفارغ الصبر كأنه ما تمللت من الانتظار ممكن يكون تنتظر متى تتخرج من الجامعة وترتاح متى تتزوج ترتاح متى يرجع حبيبك ترتاح تنتظر شيء عشان يسبب لك الراحة لانك قررت انه ما رح تكون مرتاح في وضعك الطبيعي البداية الجديدة وان كان شيء من الماضي اللي قاعد تنتظره او شيء نتائجة رح تكون في المستقبل مثل الدراسة الوظيفة ولكن بالنسبة لك هو يمثل البداية الكبيرة ما دري ليش حطها امامك هو كأنما شجرة لكل امالك قاعد علق فيها وهذا لك كان اشوف انه كنصيحة لك يجب عليك تجنب ان تعلق امالك كله في شجرة واحدة او كله في فرصة واحدة في امنية واحدة اهني قاعد يقول لي وزع جهودك حاول في كذا مجال في كذا وظيفة كذا شركة اه الشريك خلي الامور تمشي معاه بالراحة لا تكون يعني جدا متعلق اذا الامور ما مشت مع افلان رح تنتهي حياتي خل النهاية عندك شوي مفتوحة خل عندك طاقة ملك السيوف اهني يطلب منك عدم تحديد الهدف اوكي حدد ان انت تريد ان تكون سعيد في الفترة القادمة ما تحصل على امنيتك امنيتك الوظيفة ولكن لا تحدد الوظيفة تريدها تكون في اي شركة مثلا التجارة في اي موقع مثلا الشريك تحدد اسمه وقول فلان ملدي فلان هذا اللي اريده لان اشوفه هنا عندك طاقة تقولك انت لا تعلم مصلحتك بالضبط وين الانسان خلق جاهلا يرى فقط السطح او الظاهر في الكواليس في فرصة جديدة جدا مشرقة لك ممكن تكون ليست ما توقعتها فهل سترفضها لان هي ليست ما توقعتها او مع شخص مش حطه في بالك هذا هو السؤال الموجه لك يا برج القوس رح اشوف توضيح لهاي الطاقة اوكي وكأنما انت رح تتوجه نحو الشريك او في الفترة القادمة ستحاول ان تحزم هذا الموقف موقف الانتظار عندك قلت لك في البداية تنتظر شي من الماضي او تنتظر رد معين من جهة معينة عشان تسمح لنفسك ان تكون مرتاح وسعيد اهني يقول لك لا عليك ان تسعى تواجه الموضوع تحصل على الجواب وان لم يعجبك افضل ان تحصل على الجواب حين وتتعامل مع الموضوع وتكون مستعد لشيء افضل قادم لك او ممكن نفس الشخص نفس الوظيفة رح ترد تعرض نفسها بطريقة جديدة رح ترد تتواجه في حياتك بطريقة جديدة ولكن لن يحدث هذا الشيء اللي اذا قمت بالسؤال اهني يقول لك اسأل مو مواجه او ادخل في صراعات او جدال لا اهني اسأل هل فعلا ساحصل على الوظيفة اطلب جواب نهائي هل فعلا تريد ان تكون في حياتي هل فعلا سنتزوج جواب صريح رح تلاقيه له السؤال صريح رح تلاقيه له جواب صريح ست الخماسيات ست الخماسيات موجودة هني اقول لي يا برج القوس انت ما تقدر حتى لو حاولت ان تغلط لا تلوم نفسك على اي طريقة يمشي فيها الموضوع سواء مشى بكيفك ولا مو بكيفك في النهاية رح يمشي لمصلحتك انت فلا تلوم نفسك ولا تلوم الاخرين لا تلوم الجهات اللي قاعد تتعامل معاها لا تلوم الاهل ولا تلوم الشريك كل شيء في النهاية رح يوصلك لمبتغاد بطريقة او باخرى فسهل الموضوع على نفسك عزيزي لان تحتاج ان تكون في مرحلة لوحدك من اجل ان نعرف معنى السعادة وجود هني خمس الخماسيات بين هاي القراءة يقول لي تحتاج ان لفترة ما تعرف معنى الوحدة اشان تعرف قيمة اللمة الالم ما رح نعرف قيمة السعادة بدونه ونفس الشيء لو ما كان في حزن ما بنعرف ان احنا سعيدين من المعاناة اللي انت فيها وان كانت معاجبتك وان كان الوضع حاليا مش مقتنع فيه من هذا الوضع تخلق رغبة جديدة احنا دائما نفكر الرغبة الجديدة او الهدية من السماء تقع في حضننا نقوم من النوم نلاقي كل شيء حلمنا فيه ينتظرنا صح؟ ولكن اهني يقول لك هذا الوضع اللي مو عاجبك يخلق رغبة الرغبة هي اثمن شيء ممكن انت تحصل عليه اثمن حتى من المال كل شيء يبتدي برغبة رغبتك ان انت وضعك يكون احسن تكون مستقر مع شريك العطاء والاخذ معه متبادل تحبه ويحبك موجود عشانه وهو ايضا موجود عشانك حياة استقرار وهذا ما يريد لك الله وهذا اللي فيه مصلحتك فأبدا لا تشكك في وضعك الحالي او المستقبلي كل شيء موجود في حياتك رح يضعك على الخارطة الصحيحة اوكي واخر شيء كرت الفول كأنما الاوضاع الحالية رح تكون تلعب بطريقة او تجرب بطريقة عشان تحررك من امور معينة متعلقة بالماضي تفكير معين ما ادري ليش احس ان التفكير عندك هنا ما التفكير معين اوكي دائما تتمنى الشيء وتتمنى بصفة تحديدية وايد تحدد الشخص تحدد الطريقة تحدد متى واين وكيف ما تخلي عندك نهاية الطلب من الله سبحانه وتعالى يكون مفتوح اريد ان اكون سعيد وكفى اريد ان املك المال وكفى اريد ان انجح في تجارتي وكفى هذا كرت الصفر اريد ولكن شلون رح يأتيني الموضوع هذا مو مهمتي هذا مهمة الله انا اهتم بالجانب اللي اقدر اتحكم فيه رغبتي واوجهها في الطريق الصحيح النهاية المفتوحة لسؤالك بينك وبين الله هي الطريق الصحيح لان في اشياء في الكواليس تحدث احنا دائما ما نراها ولكن نرا نتائجها على حياتنا اليومية فخل عندك ثقة بالله الملك الواثق ثقته بنفسه وبالله سبحانه وتعالى ان الشخص اللي من مصلحتك هو اللي عندما تقفز من على التلة هو اللي سيلاقيك الفرصة الوظيفة اللي من صالحك غضر نظر عن الدخل الراتب الامتيازات اللي من صالحك هي اللي ستلاقيك على الجانب الاخر فهذا الجانب ممكن يتضمن اي معنى عاطفي مالي عملي على حسب نيتك انت ووضعك مع الاشخاص في حياتك رح ننظر الى جانب اخر وهو جانب الصحي او احتمال العاطفي الجانب اللي احنا ما كلمنا عنه تارو هل من الرسائل الاخرى لبرج القوس السيف الوقت كالسيف اللي لن تقطعه و قطعك احس انه في المستقبل رح يكون عندك حرية التصرف بالسيف لا تنسى في الكرتات اللي قبل كان عندنا ملك السيوف و فارس السيوف المطلوب منك ان تتمكن من سيفك من قدراتك من وقتك من الفرص اللي موجودة امامك وتعرض نفسها عليك بالضبط عندك الملكة المتمكنة ملكة النار الاغصان هذي الملكة ما تتردد ولكن مش لانها مندفعة لانها تمكنت من الغصن اللي عندها عندها اداة انت مو شرط عندك غصن يمكن يكون عندك سيف يمكن يكون عندك خماسي بغض النظر عن العرض اللي يأتيك في طريقك تمكن منه لا تحس انك مش وافق في طريقة استخدامه متخوف لان الفقة هي اللي راح توصلك بالضبط كرت التخوف كرت انك تخاف ان اذا مسكت الاكواب او حصلت على الاكواب راح ينكبون لحد الان عندك نوع من التخوف احتمال ينبع من الماضي تجاربك اللي مريت فيها في الماضي كان فيها خسارة فدائما اتفكر وان كنت في الحاضر وعندك فرص جديدة اتفكر في الماضي الماضي ما كان اوكي الحاضر ايضا ما يصير اوكي هني عندك صراع ما بين الماضي شلون مشا انت قاعد تخلطه هني ما بين الاشياء اللي في الماضي انزين خمسة اكواب عندك من الماضي مع الاكواب الجديدة من الحاضر صار عندك المجموعة السبعة تخلط ما بين الماضي والحاضر مثل الماء الصافي اللي نخلطه بالماء العكر لما نخلطهم مع بعض رح ياثرون على بعض ولكن رح ياثرون على حاضرك رح ياثرون على قراراتك على حسن تصرفك في المواقف رح تكون مش عارف شنو تختار وشنو تبدي تثق بمن اي فرصة افضل لك رح يصير عندك تشويش اذا ما تخلصت من الاشياء للتراما الامور اللي مرت فيها في الماضي اللي لحين مأثر عليك نفسيا هذا تأثيرها ترى نفسي اكثر من انه جسدي اكثر من انه مابدي هذا تأثيرها نفسي عليك خان الوقت ان تقطع هذا الحبل عشان ما يداخل عندك الماضي مع الحاضر نوضح الكرتاز عندنا الامبراطورة لما تحتاج بالسيف معناته انه هي تمثل الام الارض حتى الام الارض ترى تحتاج الى السيف عندما تنتشر الغابات في كل بقاع الارض احنا نحتاج للسيف عشان نقطع عشان نحدد عندما يزيد انتشار الغابات عندما يزيد انتشار الشيء محتاج ان تضع حدود لمأن رح نشوف في شي رح ينتشر عندك وكون ايجابي لكن رح يزيد عن حدك ممكن يكون تهتم بالشكل بشكل زايد تهتم بالتغذية بشكل زايد بالمظاهر بشكل زايد برأيي الناس بشكل زايد ممكن يكون اي شي ايجابي ولكن عندما يصير مبالغ فيه رح يحبسك انت عبالك ان هذا الواب عند موجود فيه برغبتك ولكن هو سيحبسك من ان تنمو من ان تتطور لان ما ادري ليش بس احس ان انت هنا تبالغ في ردة فعلك او تبالغ في العطاء تبالغ في الاخط لدرجة انك وقت من الاوقات رح تحتاج للسيف اوكي هذي ايضا رسالة لك ومعروف برج القوس من الابراج اللي يتبع رغباته يقول ما يرغب فيه يفعل ما يرغب فيه نوضح باقي الاوراق عندنا ثلاث الخماسيات موجودة تحت خمسة الاكواب اهني يقول لك ركز على الحاضر الحاضر هو افضل تشتيت لك وطريقة للخروج من طاقة الماضي اوكي لحد الان قاعدة تجذبني كارت الامبراطورة في قصة الترو الامبراطورة تحتاج الى الامبراطورة عشان يأتي من بعد ما هي تسبب في ازدهار الارض ازدهار الحيوانات ازدهار الطبيعة هي تحتاج للامبراطورة ان يأتي ويضع حدود ويضع سور اوكي لهذا النمو في نوع من الرغبات عندك نوع من المبالغة في الشي معين محتاج لا تنسى تحت اربعة الخماسيات محتاج لواضع حدود مع الناس اللي حولك مع طلباتك من الناس اللي حولك عطائك للناس اللي حولك ممكن يكون اي شيء لكن هذه مسألة تسترعي اهتمامك بابي ينفتح لك عن طريق العمل مصدر رزق ثاني مصدر رزق ثاني مصدر رزق ثاني ويسرهم صفة واحدة لانه كأنه مهني تعقت من الخسارة وصلت لمرحلة تعتقد بان كل الاصابع سواسية وان كانوا ليسوا سواسية بس كأنما ان تمللت هنا تمللت من كثرة الخيارات تمللت ان دائما يخدعونك الاشخاص فقررت انك ترفض او تؤمن بالحب مش عرض ترفض الشريك ممكن تسمح له انه يدخل في حياتك ولكن سماحك ان يدخل حياتك مو معناته انه فعلا في حياتك سمحت له ان يدخل قلبك في فرق ترى قاعد يحذرك من هاي النقطة انه لا تخلي الماضي يؤثر على نقطتين مهمتين عندك في الحياة ينتظرونك الحياة العملية اللي انت مقبل عليها واللي محتاج ان تتمكن منها وايضا يكون في نوع من الكنترول والسيطرة عليها معروف برج القوس عندما ينوي او يحب انه يعمل شيء معين يسوي ليل النهار بدون ان يرحم نفسه او يريح نفسه اوكي محتاج هاي النوع ومحتاج ايضا ان تتخلص من متعلقاتك بالماضي بحيث ان اذا ممكن الشريك نفسه يرجعلك يعرض عليك فرصة جديدة ممكن شريك جديد انظر الى الكأس هنا ما اقول لك اقبل او ارفض هنا على الاقل ارفع رأسك انظر الى الكأس نفسه قيم الشخص قبل ان تحكم بشكل عام شوف شنو فيه في الكاس قبل ان تقبل او ترفض وراح اسحب لك كرت اخير تبع النصيحة يا برج القوس بالضبط المسيجات تكرر ما اخبرتك اياه تعرفوا على بعض اوحان الوقت ان انت وهذا الشخص ما ادرا هذا الشخص يكون فرصة عمل حتى تعرف على الشيء اللي قاعد يعرض نفسه لك في الفترة القادمة يقول لك يا برج القوس انا موجود انظر في داخلي قبل ان تدخل الناس في حياتك شوف عندك قطبين انت لحد الان ما تمكنت نفس ما فتحت معاك هني الكرتات ما تمكنت من ان تمسكهم من الوسط ما هما عندك كرت ان تسمح للامور بالازدهار فوق ما يجب فتحتاج بعدها السيف تحتاج الامبراطور الى الامبراطور ان يأتي ويقنن يحط كنترول على اللي سويت الامبراطورة وايضا عندك طاقة ترفض ترفض حتى من دون ان تنظر الى الكأس نفسه اما تقبل وتروح دائما مع التيار اما لا ما راح اروح مهما يعرضون عليه ما راح اروح اوجد لنفسك حل وسط هني ما قاعد يقول لك اجين مرة ثانية اقبل او ارفض تعرف على الاشخاص خذ وقتك في شيء اسم الحق ان تتعرف على الشخص قبل ان تدخله في حياتك قبل ان ترفضه قبل حتى ان تعتبره شريك تعرف عليه شوف اطباعه ينصب اطباعك تفكيره التناسب والتكافؤ جدا مهم في العلاقة بعد ان تتعرف عليه من حقك من دون ان يحكم عليك اي شخص اوكي ولا حتى الترو ان يخبرك انت كان من حقك ولا مو من حقك ان ترفضه او تقبله اول تعرف عليه وكن واضح وصريح مع نفسك بشأن حقيقة الاشخاص ومن ثم قرر عزيزي برج القوس هذه كانت توقعاتك الاسبوعية اتمنى لك كل التوفيق